وفي عنوين الاستقرار البديلة أعلن جهاز الأمن الوطني ضبط أكثر من 100 طن من الأدوية غير المرخصة ومنتهية الصلاحية مشيرا إلى القبض على صاحب مذخر للأدوية غرب بغداد يقوم بعمليات الغش التجاري لمختلف الأدوية وذكر الجهاز أن مفارزه في محافظات الديالة وواسط وصلاح الدين وكاركوك وذيقار والمثنة تمكنت من ضبط هذه الكميات الكبيرة من الأدوية غير الصالحة للاستخدام البشرية واعتقال 15 متهما بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بمحاولتهم إدخال العجلات المحملة بالأدوية إلى المحافظات المذكورة